انا مبسوطة ان انا هللف العالم معاكي وانا قاعدة النافتكيني عالكورسي اولا فكرة لطيفة جدا فكرة ان انت تبقي بتنقلي وجهة نظرك او الاكسفيدينس تاعتك او خبراتك او كل اللي شفتيه في بلاد مختلفة يمكن مش كل الناس شفيته اعتقد ان ده بحد ذاته شيء ممتع ايه تجربة طبعا جميلة جدا وتجربة مسيرة وغنية والفكرة ان انا اللي عاملها من الكتاب ان انا خلي اللي مش قادر يسافر يسافر معايا يسافر معايا في كل الرحلات اللي روحتيها انت اصلا بتسافري في شغلك شغل والسياحة اه انت اصلا في السياحة بتشغلي في السياحة مزبوط فده ساعدك في كتاب الكتاب ده ساعدك في الاعداد ده ساعدك في الافكار طبعا كل ده ساعدني يعني انا شغلي في مجال السياحة في مجال العلاقات العامة في الفنادق الفخيرة وكنت شغلة في الخليج وفي مصر فده طبعا يعني اضاف كتير للتجربة فده خليني أبتدي أحب الصفر وسافر شغل وبعد كده بإتمد أقولها أعمل سياحة شوية فده خليني طبعا أكتب يعني التجربة دي كلها ونقلها للقار جميل تعالي تتكلم شوية عن البلاد الحلوة اللي زورتيها كلميني عن البلاد اللي ثابت في ماهي أثر ما قدرتيش ما تتكلميش عنها ماشي أنا السؤال ده تسألته كتير قوي يلا فحفظوا الإجابة قولي أنا دائما بقول أني سبت قلبي في فيينا في فيينا في النمساء وسبت روحي في كيوتو في اسمها اليابان اليابان تروحي فيها هي مدينة كانت العاصمة الأديمة قبل طوكيو بس هي محافظة على التراث بتاعها بشكل رائع لدرجة أن وقت الحرب العالمية التانية لما رموا القنابل هناك الأمريكان حنوا على المدينة مردوش يرموا عليها قنبيا من كتر منها جميلة ناديرا لما الواحد فكر يسافر اليابان يعني إلا هيسافر هيسافر إيطاليا هيسافر فيينا هيسافر روما هيسافر أمريكا هيسافر بياريس هيسافر نيس هيسافر كان هيسافر أماكن مع اليابان مش كل الناس هتفكر يسافر اليابان هو كوكب اليابان كانت تجربة طلعت ما بيني وبين واحدة صاحبتي كما قاعدين من نتعشة أنا نشطي روح اليابان وأنا كمان يلا بينا يلا بينا حجزنا التذاكر وقدمنا على الفيزا وكانت سهلة وروحنا اليابان هي كانت روحي حوالي عشر ساعات وفعلا تحس أنت تنقلتي من مكان لمكان هو كوكب آخر يعني هو فعلا كوكب اليابان فطبعا كانت تجربة جميلة جدا دول أكتر بلدين ما تقدريش تنسيهم أبدا لا يعني وقلبي ناسبته في فيينا لأن فيينا فعلا جميلة زي ما قالت أسمايان عليها ليلة الأنس في فيينا هي مدينة جميلة ورقيقة وكلها مزيكة والشعب راكي والمعمار عندهم رائع والأوبرا فلا أنا سبت قلبي هناك فعلا في فيينا للصفر سبع فوائد هم السبع من وجهة نظرك وفعلا أنت حسيتي بعد كل السفريات الحلوة وكل الرحلات اللذيذة اللي رحتيها حسيتي أنهم بجد أنت بجد حسيتي بكل الفوائد دي طبعا هو يعني الصفر ليه سبع فوائد بس الفايدة الأولى اللي قدر أقولها أنهو بيكون شخصية البني إدم بيخليكي ما تهبيش حاجة بيخليكي واسقة من نفسك بتتعاملي مع شعوب مختلفة بتتكلمي لغات مختلفة بتدي تجربة السفر دي من حوالي 15 سنة أكيد كنت شخصية تانية تماما عما أنا دلوقتي فبيديكي إكسبوجر رائع بيديكي تنوع بيخليكي تتعاملي مع جنسيات مختلفة ما بتبقيش يعني محكمة وقفلة على نفسك يعني العالم كبير والإنترنت خلينا كلنا يعني يبقى فيه لغة تواصل ما بيننا فبيبقى حلو جدا لما أنت بتتعاملي مع حد من بلد مختلفة وانتي عارفة سقفته عارفة هو بيكله إيه وبتسمعي أغنيهم وده اللي بنسميه العولمة يعني فهي برضو فكرة أن السفر ليه سبع فايدة وليمية فايدة أنا ما بشوفهمش سبع بس وكلها بتأثر بشكل إيجابي جدا على شخصية البنيات سفرت كتير في بلد من كل السفريات اللي سفرتيها أو من كل الأماكن الحلوة اللي روحتيها لقيت فيها اللي بتحسيه في بلدك أو لقيت فيها اللي بتحسيه في مصر لا طبعا مصر دي يعني دي الوطن فبيبقى ليها مساحة خاصة بس في بعض الدول العربية بتحسيك بنفس الدفقة فطبعا يعني بس أكيد بلدي دي بلدي طبعا طبعا الأهل والناس لا لا طبعا أطول سفرية سفرتية كانت دي وقت هو أنا عيشت بره عيشتي اه اه أنا عيشت بره يعني أنا عيشت فترة في دول الخليج دو انت صغيرة أو من خلال شغلك اللي اتنين يعني أنا بصراحة حبي للسفر ابتدى أن والدي كان بيشتغل كتير بره فكنا بنسافر معي وطبعا أحب أشيد يعني بأستاذ أنيس منصور الله يرحمه هو الأب الروحي اللي علمني يحب السفر من خلال كتبه كلها فأنا نشأت في بيئة أو في أسرة بتحب السفر والتجويل فده اللي خليني يعني أخد الطريق وما وقفش فطبعا محطط أنا باستقر في مصر شوية بطلع أشتغل بره شوية برجح هنا تانين أنا أعط في مصر مع الناس والأهل بس اللي أقدر أقوله لك يعني أنه أنه بيسموها حتى بالإنجليش ترافل بج هي خلاص هي في الدم متبدالي تتعود شوية كده من غير متسافري لا 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 متستحمليش معاد السفر جيه مصبوط معاد السفر جيه